اهلا اهلا يا حلوين ازايكم? يارب تكونوا كويسين اكيد كلنا بنعمل ضايت ونعتني بجسمنا ويبقى جسم رفيع كده وجسم مثالي بس احنا بنخاف من ان وشنا هو كمان يخص معه الضايت اكيد يعني الوش بينزل مع نزول الوزن فاحنا ازاي بقى عايزين نعرف ازاي ان احنا نسمن وشنا من غير من زيت في الوزن في الوقت ده ما ينفعش ان انا نقول للاكل خليك في اتجاه وشي وسمينه وبلاش جسمي او احرق الدهون اللي موجودة مثلا في منطقة الارداف او البط بس وبلاش وشي فعلميا ده ما ينفعش ابدا والطريقة الوحيدة علشان تسميني بها وشك هتطري انك تكلي عادي ويتزيد وزنك ويزيد وزنك علشان خدودك هي كمان تزيد وشك يزيد مع وزنك غير كده مفيش اي حل تاني غير بقى البوتوكس والفيلر اللي بيتعامل طبعا بمبالغ كبيرة في العيادات وطبعا بيتجدد كل فترة ما بيستمرش لفترة طويلة فاحنا هنحاول النهاردة ان احنا نشتغل على الموضوع ده في زيادة حجم الواكه وتسمينه عن طريق بقى الخلطة العادية اللي موجودة في كل بيت حاجات بسيطة جدا موجودة فيها بس بشرط الاستمرارية مفيش حاجة طبيعية تعمل تأثير غير لما يكون فيه استمرارية والفترة طويلة وتستمر عليها كلها حاجات مفيدة للبشرة فلو اول مرة تشوفي القناة خدي لكلفة فيها كده يمكن تلاقي اي حاجة انت عاوزها ولو عجبك المحتوى وحبيت القناة اشتركي معنا وفعلي الجرس علشان ان شاء الله توصلي بكل الفيديوهات هنصلي على الحبيب هنشوف بقى المكونات اللي معايا النهاردة معايا زبادي كمان معايا خميرة بيرة الخميرة الجفة وانا عايزة هنا الخميرة اللي بتكون ميتة مش الحية اللي بتتبع يعني عند الافرام بتاعة الخبز وكده تمام اللي بتبقى بتاعة الشركات هي دي اللي انا عايزها كمان معايا بيكينج بودر وكمان كابسولات فيتامين اي لو ما فيش فيتامين اي كابسولات ممكن يكون زيت أرجان أو زيت جوجوبة بلاش زيت زتون علشان زيت الزتون بيكون تقيل على البشرة فيبيعمل حبوب في البشرة وكمان البشرة بيش بتمتصه كويس هيا دي المكونات البسيطة جدا اللي احنا هنستخدمها النهاردة طبع عشان يبقى الموضوع علم ما يبقاش وصفات وخلطات وخلاص الزبادي ده بيبقى فيه حمض اللاكتيك الحمض ده وظفته انه هو يقشر الطبقة الخارجية من البشرة كمان لو فيه اي بقع موجودة في البشرة بقع داكنة او اسمرار حوالين العينين اللي هي الهالات السودة او الاسمرار حوالين الفم كمان بيساعد جدا على تفتيح المناطق دي نيجي بقى للبيكنج بودر بيعمل على تخفيف التهاب البشرة وإزالة الرؤوس السودة وكمان مبايد بجانب الزبادي اللي معانا وبيعمل برضو على تفتيح البشرة وبيواحد لونها وبيزير البقع الداكنة واهم حاجة انه هو عليه قوي وفعال ومذهل في تسمين الواجه والحصول على خدود اكبر حجما بجانب الخميرة والخميرة والبيكنج بودر لهم قدرة جبارة على تسمين الواجه ونصحته وتعبئة اي مكان فاضي في وشك ومفيد جدا للبشرة لان الخميرة بتحتوي على كل فيتامينات بي اللي موجودة في الكابسولات الخارجية اما بالنسبة الفيتامين اي او فيتامين ه اللي بيتبع في الصيدليات ده طبعا معروف انه هو كويس قوي للبشرة وبيعمل على نظرات البشرة وبيغزيها كويس جدا نبدأ بقى ان احنا لما نجي نعمل الوصفة دي نعمل اقل كمية علشان احنا عايزينها تستخدم لمرة واحدة في الوقت ده يعني مثلا تعملي معلقة واحدة من الزبادي لو انت هتستخدميها انت واخواتك مثلا انت وصحباتك مع بعض زودي الكمية وضع فيها معلقة واحدة كبيرة من الزبادي هاخد كمان معلقة صغيرة من البيكنج بودر عليهم كمان معلقة صغيرة من الخميرة النشطة وحبدأ دلوقتي ان انا نقلبهم مع بعض الاول واخلطهم كويس قوي هتلاحظوا انه هيبقى فيه زي فوران كده الزبادي نفسه بقى ينفش شوية بيبقى فيه نفشان كده تمام؟ ما يبقاش راكد زي الاول وبيبقاهاش شوية وجواه فقعات هواية تمام؟ في الوقت ده بقى حبدأ ان انا اخد كابسولة من فيتامين هي اللي هو الف لو ما عندكش الف وممكن تحطي اتنين ربعمية ما اللي بيبقوا اصغر شوية لو ما عندكش الكابسولات ممكن بيبقى فيه فيتامين اي اللي هو السائل ده بيبقى في ازاي زي كده كويس قوي برضو هنبدأ بقى ان احنا نقلبهم مع بعض كلهم وهو ده بقى الفيلر اللي احنا هنستخدمه لوشنا ما هو الفيلر ايه غير ان هو بيستخدم لتعبئة الواك احنا برضو هنعبي وكهنا ونعمل برضو فيلر بس بقى للتكاليف ومع الاستمرارية طبعا واهم حاجة ان احنا نشرب مياه كتير جدا الماسك ده بقى حيتحط على كل مكان في بشرتك وتحت عنيكي علشان قولنا برضو ان هو بيعالج الهالات السودة وكمان على شفايفك علشان لو فيه غمقان حوالين الشفايف اي بقى داكنة برضو هتروح من التركيبة الجميلة اللي احنا عملناها دي هنحطه على وشنا عشر دقايق منهم خمس دقايق نفضل ندلك وشنا فيهم والخمسة دقايق التنين هنسيبه على البشرة من غير تدليق ولما ندلك البشرة تكون حركات دائرية وبالطبطبها تحت العينين مش لازم يجف جامد قوي على بشرتك يعني سيبهو يكون طاري شوية على وشك هتخسلي وشك بماية فترة وبعد كده هتمشي عليها تلجة علشان نغلق المسام وبعد كده نرطب بكريم المعتاد بتاعك او جل صبار تعملي المسك ده مرتين في الاسبوع وحاولي انك تعملي الكمية على قد زي ما قلتلك علشان ما يفوتش معاك ويفسد المسك ده فيه كمية من الفيتامينات هتزبط تشريتك جدا من كل النواحي ما تنسوش تشاركوا الفيديو ده في كل مكان وتعملوا لايك للفيديو وكمان لو لسه ما اشتركتيش اشتركوا فعالي الجرس واشوفك على خير الفيديو الجاي باي باي